جميل جدا ان احنا نلاقي ترندات للقرآن الكريم خاصة في هذا الوقت ان اصبح المحتوى التافه هو المحتوى الشائع على المنصات الموجودة تدخل على التيك توك على اليوتيوب على الفيسبوك على انستجرام على معظم المنصات تلاقي الناس بتقدم تنازلات ومحتوى ليس له قيمة بغرض الحصول على مشاهدات ودولارات فانا زي زيكم بالضبط كده بنكون مبسوطين لما نلاقي محتوى محترم ومفيد وخاصة لما تبحث كده على التيك توك وتلاقي ان في ترندات للقرآن الكريم حاجة جميلة جدا وشيء رائع جدا جدا ولكن هل ينفع ان احنا نستغل القرآن الكريم بالحصول على دولارات؟ هل ينفع ان احنا نستخدم موسيقى مع القرآن الكريم؟ كلام ربنا ندخل معه موسيقى علشان نركب الترند؟ هل ده ينفع؟ هل من اجل تحسين الصوت ان انا دخل عليه موسيقى؟ هل هذا شيء حلال؟ انا مش طالع ان انا احلل وحرم انا حد بتاع تقنية محتوى تقني ولكن انا هوضح لك الموضوع من ناحية الفنية ازاي بيتم تحسين الصوت واضافة موسيقى عليه والناس المشايخ بقت المتخصصين في الدين هم يردوا علينا ويكتبوا لنا ان هل هذا حلال ولا حرام؟ اسمع كده لما انا دخلت موسيقى مع القرآن الكريم بصوتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود طيب اسمع لما انا حزفت الموسيقى من المقطع هو نفسه صوتي ولكن شلت الموسيقى شوف كده الصوت عامل ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود هو ده بالضبط كده اللي بيعملوه على تحسين صوتهم على التيك توك والمنصات الاخرى هل هذا حلال؟ موسيقى موجودة مع القرآن الكريم بأي برنامج تقدر تعمل الكلام؟ في برامج مجانية بيستخدموها وفي برامج مدفوعة برنامج زي ده كده مجاني بالموبايل بسيط جدا وسهل تقدر ان انت تضيف الموسيقى مع القرآن ولكن ده يا جماعة انا اشوف منوجة نظري ان ده تحاجة مش كويسة نفتح البرنامج مثلا كده بالموبايل اهوة واقول له سماح بالصوت وبعد كده هنا بيقول لك فيه مدفوع نشتغل مجاني عادي خالص يجي لك هنا قرآن طبعا مثلا زي كده محاكاة الشيخ المنشاوي تضغط على الزي ده اللي تحت تبدأ تقول له وتبدأ ان انت تسجل هنا صوت الصوت يطلع زي ما انت سمعتيني كده وانا بقرأ خرقها وتقدر بقى تعدل فيه هنا يعني هنا لما تضغط هنا كده تقدر تعدل بقى وتزبط هنا وفيه مؤثرات وحاجات موجودة كتيرة لكن فيه صوت موسيقى داخل مع القرآن الكريم فشيء جميل جدا وممتاز وحاجة والله بتسعدنا ان احنا نلاقي ترندات تخيل ترند القرآن الكريم في 2024 او 2023 حاجة جميلة جدا احنا بنلاقي بس الترندات المحتوى اللي هو يعني التافه معروفة يعني معظم المحتوى اللي بيطلع ترنده هو معظم ومحتوى تافه معروف في هذه الايام ولكن نلاقي قرآن كريم ده حاجة جميلة جدا ولكن يا ريت يا جماعة ان احنا ما نستخدمش حاجة حرام علشان نركب الترند ولو ده حلال قولولنا نعمل كده احنا كمان يا ريت المشايخ يردوا علينا وقولولنا لو كان ده حلال نعمل احنا كمان ونستخدم موسيقى مع القرآن الكريم ونحسن صوتنا ونعمل بقى محكاة للأصوات المشاهير الموجودة ونضيف صوتنا ومع دخول موسيقى كده عن طريق الاوتوتيون والأمور تبقى زي الفل وتمام تحياتي لكم اتمنى التفيق والسعادة للجميع في 2024 ياريت ان انتو تكتبوا لي رأيكم في التعليقات في موضوع استخدام الاوتوتيون في تحسين الصوت بهذا الشكل باستخدام موسيقى انا بعتذر ان انا استخدمت الاوتوتيون في ان انا اجرب لكم التجربة من باب التجربة فقط عشان اعرفكم الموضوع فنيا بيتم ازاي لو انت مهتم بالربح من يوتيوب وشرحات برامج ومونتاج وشرحات للسوشيال ميديا هتلاقي اهم الفيديوهات موجودة في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت في امان الله مع السلام